السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم ببرمج احمد محمدي وحلقة جديدة من كرسنا كرس تعلم برمجة تطبيقات الويب باستخدام asb.net core والنهاردة هنكمل كلامنا في ال identity بس هنتكلم عن حاجة جديدة وهي ال user rules فغليكم معنا بالتأكيد انت اي سيستم بتشتغل فيه او بتعمله بتبقى عايز ال user ما يبقاش له full access على كل الاجزاء بتاعت السيستم بمعنى انت عندك user دلوقتي مثلا شغلته ان هو يبيع من على السيستم دوت او ان هو يراجع فواتير المبيعات بس فبالتالي انت مش هتديله صلاحية ان هو يخش مثلا يعدل في بيانات المستخدمين او يعدل في الاصناف اللي عندك في السيستم مثلا لو انت عندك برنامج e-commerce فانت بالتالي انت مش عاوزه يخش مثلا يحزف اصناف او يعمل اي حاجة انت مش عاوزه يعملها انت بس عايزه يخش يراجع فواتير المبيعات ويتبعها لك عايزه مثلا يخش يعمل لك طلبيات مثلا من الاصناف اللي خلصت وبس وما يعملش حاجة زين تانية لكن في النهاية ال items والحاجات الخاصة بيها ممنوع ان هو يجي ناحيتها تماما فانت بالتالي حتديله rule والrule ديات هي ان انت تعمله permission معين يمشي عليه خلال دخوله للسيستم بحيث ان هو لو دخل في اي لينكة مثلا مش مصرح له انه يدخل فيها فبالتالي السيستم بتاعه ما يوصلوش لها ويقوله انت مش مصرح لك انك تدخل في الجزء دوت من السيستم الموضوع مش معقد الموضوع بسيط وسهل وحنشوف دلوقتي احنا هنشتغل فيه ازاي بحيث الموضوع يبقى ديناميكا ويبقى فليكسبول وحنعمل كمان شوية permission كده ونبدأ ايه نشتغل عليها تعالوا نشوف الصورة ديت زي ما انتو شايفين في الصورة اللي قدامنا ديت فيه user اهو ماشي اسمه جون ويليامز دوت مفروض انه هو له اكسس على السيستم بتاعنا في احنا بندينه رول بحيث داخل السكوب بتاعه يبقى معروف هو هيتحرك ازاي بالزبط يعني مثلا مدينه هنا اكسس اناليتيكس هيشوف الريبورتات بتاعتين اناليتيكس ماشي هيادت اول انتتس هيقدر يادت فيه الجداول فيو ريفيوز هيشوف المراجعات هيجاوم على مراجعات اي تي سي دي يعني اتبع يعني فيه حاجات تانية يعني ماشي حاجات دي بس هي اللي حيبدأ ينفذها داخل ايه السكوب ده اللي هو مثلا ايه الفول اكاونت او مثلا الجزء دوت من السيستم بس بحيث ما يهوش على الجزء تاني فبنبدأ ندينه الرولز ديت عشان خاطر ايه التواجد بتاعه داخل السيستم ما يبقاش ايه تواجد على البحري كده مجرد ان هو يوزر نيمو باسورد خلاص كده كل حاجة مفتوحة له لا ما ينفعش لازم الحاجات اللي الادمن طبعا هنعمل اليوزر ادمن اليوزر ادمن دوت بيبقى السكوب بتاعه فول اكاونت ويه الادمنستريشان بتاعته فول ادمن يعني يقدر يستخدم كل حاجة في السيستم زي ما هو عاوز اوكي هنا في الصورة دي برضو هنشوف هنا مجموعة من اليوزرز اهو مت كل مجموعة من اليوزرز مشتركة فيه جروب وكل جروب لها رول وده ده غالبا الديزاين السليم بتاع السيستم والرول ديت هي اللي بتحدد ايه البرميشن ايه بتاعتك تقدر تخش على الديتابيز تقدر تسليكت بالديتابيز تانسيرت تسليكت اللي انت عايزوه بس طبعا ده ديزاين مخالف ده خاص بالديتابيز احنا ديزاين بتاعنا حيبقى خاص بيه اليوزر انترفيس اللي بيشتغل على الديتابيز لان احنا بنشتغل مع ويب بس طبعا الصورة دي هتبقى يكاشفة ليك ماشي ده معناه ان انا ممكن ادخل اليوزر دوت في كذا جروب ماشي وكل جروب بيبقى له في صلاحيات محددة ماشي دي طريقة في الديزاين لي عمل اليوزر بريفلج او اليوزر رول بحيث ان انا اعمل مجموعة جروب وكل جروب بيبقى لها رولز معينة انا ديت لليوزر دوت مثلا ان الجروب ديت والجروب ديت اصبح ان هو ايه يقدر يخش فيه صلاحيات الرولز بتاعت الجروب ديت وصلاحيات الرولز بتاعت الجروب ديت ماشي وكده يبقى انا ايه قدرت ان انا اخلي اليوزر بتاعي يبدأ ان هو ايه زي بتقول كده ايه يبقى موجود فيه جزء اكبر من السيستم فاحنا بنضيف حاجة تانية اسمها جروبز فوق الرولز ماشي دي طبعا حاجة بس احنا نشرحها قدام اا حاليا بس احنا نهتم بيه شرح الرولز وحندي ليه اليوزر رولز اا معينة بس الديزاين السليم انك تدينه جروبز وتبدأ تدخل اليوزر ديت في مجموعة جروبز وانت بتبقى محدد الصلاحيات مسبقا للرولز منها اوكي طبعا ده جروب الادمن ماشي فهو بس ايه بيبقى يعني المفروض ان هو عنده اكسس على كل حاجة فاي واحد بيخش في الجروب ديت بالتالي بيشوف كل حاجة في السيستم طبعا الصورة دي بتوارضح لك ازاي ممكن تدي الصلاحيات او تعمل شاشة الصلاحيات ماشي فمسلا هنا عندك هنا يوزر رول اهايت فمسلا لو هو ادمن هتلاقيه مثلا معا الصلاحيات كلها ماشي طبعا هتحضي تشيك بوكسس هنا وتخليه يعلم عليها لو هو اديتور دولة بس في بقى المانجمينت اا تشانيل اند يوزر دي مش هيخش فيها ماشي وهنا الكونتانت كرييتور مسلا لو هو تلات حاجات بس يخش فيها المونيتورز لو حاجتين وهي هيشوف بس ايه الشاشة طبعا الانمن بيبقى كبير اعتقد الشاشة ديت توضح لك توضح لك الروز بتديها ازاي طبعا الموضوع ان احنا نحفظها في داتا بيز ده هو طبعا في الجداول اللي احنا عملناها هنبدأ نحفظ الروز بتاعتنا في داتا بيز بس احنا طبعا بنبدأ نتعرف شوية شوية الروز بتستخدها بازز ازاي وازاي ممكن اا يعني نعمل لها شكل في داتا بيز بحيث نقدر ايه نستخدمها ايه مسبقة طبعا احنا كده فهمنا الروز وفهمنا المفروض نتعامها ازاي وفهمنا كمان حتى هشحركم في المستقبل اللي هي ايه الجروبز بتاعت الروز ديت تعالوا نرجع ليه السيستم بتاعنا ولو روحنا للداتا بيز ادي الداتا بيز بتاعتنا ايه هنلاقي فيها تيبلز ايه اسمه اس بي دوت نت رولز ماشي لو عملنا له مثلا اا اا ديزاين بحيث نشوف مكوناته ايه هنلاقي فيه اي دي ونيم ونرماليز نيم ويه ويه كونكرانسي ستامب ماشي والكونكرانسي ستامب دوت يعني ازاي بتقول كده ايه وظيفته له وظيف كتيرة ممكن تحط فيها تفصيل للروز بطريقة انكريبتد اا حتى هم نديولك اللينس بتاعه ماكس اا بس يعني احنا مش هنخش فيه دلوقتي احنا دلوقتي عايزين نضيف رولز بالشكل البداي اليها خلص احنا دايما اتعودنا في الكورسي بتاعنا احنا بنبدأ من التعدي خلص بعد كده الحاجات الادفانس هنبدأ نشرحها بعد كده اهم حاجة عندي دلوقتي هو ال ايدي والنيم ال ايدي هنا الطايب بتاعه انفار شار فطبعا لما اضطت لك انفار شار في الطايب طبعا هو ينفضل يبقى حاجة اسمها ايه جايد فالانفار شار اا ربعمائة وخمسين دوت مساحة كبيرة قوي تحط فيها ايدي زي ما انت عايز قوي تستخدم امتجر عادي بس طبعا مش محبب فحنا هنستخدم حاجة اسمها الجايد والجايد دوت بيبقى مجموعة ارقام كده بيتضاف الالجوريزم معين كده بيبقى هدفه من هو يخلق لك ارقام ما بتتكررش مهما عملت ايه وعلى الاقل يعني لان الالجوريزم ده له بعض الفلاتات وفعلا في حاجة بتتكرر بس مستحيل تتكرر على مستوى تيبل واحد يعني ده فوق المستحيل يعني الارقام اه بيبقى لها الانس ومنها نهاية وبتاعه توصل لها لكن الجايد مستحيل يتكرر على مستوى رو واحد مهما حطت في المستوى تيبل واحد مهما حطت في داتا عمره ما حيتكرر لكن طبعا ممكن يتكرر مسلا في تيبل مستخدم مسلا في داتا بيز ومستخدم في داتا بيز مسلا في امريكا ممكن ويعني فيه ناس عملوا تستكدت كده على بعض الكوميونتز وطلعوا اي دي او جايدز متكررة بس طبعا الفشل ان هما يعملوها وانما يكفي صفت صالحته بشكل كبير جدا ان هتخلي الجايد سليم على مستوى ال تيبل فحنا نستخدم زي ما الكتاب بيقول طبعا لانه ماشي على منهج مايكروسوفت ما تحولش احيد عنه ماشي الكتاب بيقول انه كده تستخدم جايد مع اليوزر فتعالوا نتعرف ايه على الجايد فحنا نعتبر ان الجايد ده يونيك اي دي اي يعني اي دي ما بيتكررش كتير او ما بيتكررش خالص يونيك يعني فريد ماشي وحنبدأ نحطه داخل ايه الجادول بتاعنا ونعمل ايه رولز ماشي طيب انا عاوز احط رول سيد لي الجادول بتاعي دوت في كذا طريقة ممكن اعمل بيها الرولز ديت مثلا ممكن اجي اضيفها هنا في الاب بي دي بي كونتكست ماشي في الان موديول كرييتنج ماشي وابدأ اضيف فيها الرولز بتاعتي ماشي هنيجي هنا هنقول نستخدم الموديل بيلدر بتاعنا .entity وحنستخدم الجادول بتاعنا طبعا الجادول بتاعتنا كلها هتلاقي اولها identity طبعا ده الموديل بتاعنا اهو identity rule ده الجادول بتاعنا انه هو بتاع الASB.net rule ماشي وهنا هنبدأ نقول له has data .has data نبدأ نحط له ال data بتاعته هنا هنقول مثلا هنا new اهو identity rule ونبدأ ايه ندخل ال properties بتاعت ال identity rules هنا ماشي اول حاجة هنا ال id زي ما قلت لكم هيوبه هنا نوع اه guide .newguide .toString اوكي وهنبدأ نعمل هنا ال name sorry name هيساوي هنا مثلا نسميه ده هنا admin وهنا الحاجة حاجة اسمها normalize name هنخلي مثلا ندوات دايما ال admin بس نخلي مثلا كله small يعني small letters مثلا هنا admin وممكن بقى انه هو اخر حاجة في الجادول اللي هو ال concurrent system نحط فيه قيمة ال guide عادي اهو هي نفسها قيمة ايه ال guide بتاعنا ده عادي اوكي وهنا نقفل ايه rule بتاعتنا دي كده انا ضفت admin rule ونضيف ممكن نضيف rule كمان ماشي ونسمي مثلا ال rule دي user اوكي ماشي وممكن اضيف بقى اللي انا عايزه بقى rules كتيره زي ما انا عايز مثلا كاشير اه مثلا reviewer اه data analysis اي حاجة rules زي ما انا عايز بس دي seeds يعني مفروض انها هتبدأ مع السيستم بحيث ان انا ايه لما اكون ببدأ السيستم ببدأ ادي له ايه rules عادية خالص اوكي طيب تعالوا بقى نعمل migration فهنعمل هنا build الاول وبعد كده هنروح على tools بقى نجي manage console وهنعمل بقى هنا add migration ونبدأ نسميها ايه rules مسلا ايه اوكي اهو عمل لك ال data هوات كريت لك ال data حطي لك rules اهوات في ال ASP.NET rules الجدول بتاعنا ماشي وهنا id concurrency stamp و name و normalize name اهو ضفوا ما هوات ماشي وات داون بيمساحهم بايه الكي value ايه بتاعتهم ماشي هنروح بعد كده نيجي له هنا ونقول له هنا update database وندوس انتر يبدأ يعمل build start طبعا الحاجات دي كلها عملناها كتير فبعد ما يخلص خالص تاك 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 done هنروح على ال data base بتاعتنا ونبدأ نبص على ال ASP.NET rules وهنلاقيه ضف لنا ايه rules بتاعتنا في الجداول ايه بتاعتنا ودكده اسمح عندنا ايه rules واحد admin واحد يوزر والحلقة الجاية هنفهم ازاي نقدر نستخدمهم في system وندي لل admin صلاحيات ولل يوزر صلاحيات تانية. فيا ريت العدو استفصال اي نوع يسيوا في ال comment box ساحت الفيديو. واتمنى الناس ادعموا القناة بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهاية اتمنى لجميع التوفيق كان معكم مبرمج احمد محمدي. والى اللقاء في حلقة القادمة ودومتم في رعاية لا وحفظة.